بسم الله الرحمن الرحيم سوف نرى كيف افعل نوع جديد من بايب و نفس الكلام يكون الطبق في الدكتورات و نفس الكلام في الكيبل تري أعلم على البيب وأقوله edit type هذا نوع الالستاندرد و هناك نوع وطر و هناك نوع بي فيزيئ لنفترض أن أريد أن أفعل نوع الثالث أو رابع أقول له مثلا لأفعله أفعل أي نوع و بعد ذلك روتنج بريفرنس اديت ده مقصود بي ايه مقصود بيه انت هتشغل بقاني جادول تمام و انا مثلا بيقولي ممكن تشغل بكذا جادول من مقاس لمقاس يعني من مقاس مثلا 6 ال200 هيبقى بالكبر ايه ومثلا 200 ال300 هيبقى مقاس بنوع تاني الالبو هتشغل بقاني تمام ممكن تختار اللي انت عايزه هتشغل بنظام التي ولا التاب تمام عادة التاب ده مستخدمه في التكييف و التاب ده مستخدمه في البايد طيب والكورس والوصالات تبدأ تختارها مثلا لو انت المصاربة بتاعتك هتترك الفنجات بتختارها لو مفيش ممكن تقول له نان لو انت محتاج فاميلي او حاس ان في فاميلي هنا بشي موجودة بقول له روت فاميلي ودور على الفاميلي ديت ودخلها مع في قلب المشروع طيب دلوقتي انا اقول له ايه انا عايز اعدل مثلا في الكوبر ايه سيجماند انت سايز اخش هنا في الكوبر ايه وابدأ اعدل يعني ممكن اقول له ايه انا عايز نوع جديد اصلا تمام فهلو اعمل لي نوع جديد نيو بيبر سيجماند تمام مثلا ستيل واقول له اوكي تمام بيقول لي انت عايز تعمل طبلك ايه انا جدول فاقول له اه اخلي مثلا ستيل اهو اوكي تقدر تعمل ايه تقدر تقول له اعمل لي نوع جديد مثلا انت عندك 25 32 50 65 نفترض مثلا انت عايز عايز اعمل 75 مثلا فهقول له انا 75 طيب الكتر الداخلي هيبقى كام حسنا هقول له مثلا 87 طبعا فيه اكواد وحاجات كده الهيلة مثلا هيبقى كام هيبقى مثلا اه السبعة وخلا مثلا 18 اوكي كده انا ضفت حاجة في الجدول لما اجي اعمل ارسم هتلاقي موجود في الصيز ولما اجي اعمل صيزنج برده باشغال معي فبقول له اوكي تعم وابدأ اقول له مثلا انا عايز الجدول اللي اخترته اللي هو كربون ستيل اس اس لما ابدأ جاء ارسم يبقى اعند نوع هو اقدر ارسم منه كربون ستيل وده هيبقى مرتبط بالفاير يعني اول ما اقول له باي فاير اجيب لي كربون ستيل في اللي انا اخترتها نفس الكلام دوت هنتطبق لو انا جيت ارسم دكت بارده نفس الطريقة ممكن تعمل سيلكت وتدخل بوائد الطيب وتقول له تبيع روتينج بريفرنس تريد ماذا تحتاج على تعمل بها يمكنك تخطر اي فاميلي من الدول يمكنك تخطر اي فاميلي من الدول تقوم بتعمل تاب و كروس تغير النوع وتحمل فاميلي كما تريد تحديد فاميلي كما تريد